حلقة جديدة من مضالي الغد أهلا بكم حرب أوكرانيا والمناخ والكورونا ثلاث يهدد الأمن الغذائي العربي وهو ما نناقشه مع ضيفنا في مضالي الغد الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام منظمة العربية للتنمية الزراعية وفي أجمة الطاقة العالمية حسابات العرب تتأرجح بين دعم أوروبا وسون العلاقة مع روسيا الأمن الغذائي هو أبرز محاول الأمن القومي لدى أي دولة لكن الثلوث الأسود لكورونا وتغير المناخ وحرب أوكرانيا أصاب دولا في مقتل ويهدد استقرار دول أخرى ولعل الدول العربية من بين الدول التي تتأثر بشكل مباشر وسريع فما هو وضع الأمن الغذائي في العالم العربي؟ وهل هناك فعلا دول عربية يهددها الجوع؟ وكيف يمكن إذن تجاوز هذه الأزمة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في مضالي الغد الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام منظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية أهل بك معنا دكتور إبراهيم في مضالي الغد نبدأ مباشرة بأزمة الجوع تقارير أممية وعالمية تحذر من أزمة جوع ما هو المقصود من هذا المصطلح؟ حين نقول إن دولة ما مهددة بأزمة جوع تسمعني دكتور إبراهيم؟ نعم نعم طيب هل علي أن أعيد على حضرتك السؤال؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا أهلا بك أهلا بك أهلا بك حقيقة التقارير الدولية تشير إلى صعوبات في الأمن القزائي ربما جوع يواجه بعض الدول ليس فقط في منطقتنا العربية ولكن أيضا في بقاء أخرى من العالم والمقصود هنا أنه يعني عدم مقدرة هذه المجموعات الإنسانية المختلفة في الحصول على ما يكفيها من القزاء لإحتياجاتها الجسدية هذا هو المقصود حقيقة ربما لا يصل الحد أو المقصود إلى مجاعة بالمستوى ولكن نقص مريء في كميات الطاقة والبرتينات التي يعني يتم استهلاكها نسبة للصعوبات التي تعتري تلقى المناطق أو هذه المجموعات من الناس بسبب الظروف العالمية المحيطة والإشكالات التي تواجه قضية انسياب الموارد القزائية أو المواد القزائية وإمكانيات الحصول عليها بمستويات يعني إمكانيات صرف هذه المجموعات على المجموعات القزائية المطلوبة إن شاء الله طيب الآن يا دكتور إبراهيم بعد كورونا وبعد تغيرات المناخ وبعد حرب أوكرانيا الأخيرة ما هو حال الأمن الغذائي العربي حقيقة التوصيف حالة الأمن الغذائي العربي ينبقي أن ننطلق من بعض الأرقام التي تشير إلى حالة الأمن الغذائي في العالم العربي العالم العربي عموما يستورد كميات كبيرة من مجموعات القزاء المختلفة وهي الغلال والسكريات والزيوت النباتية وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء هذه الكميات في الرصد الأخير في العام 2021 تقريبا تصل إلى ما يقارب 120 مليون طن هذه الفاتورة أو هذه الكميات تصل فاتورة إلى تقريبا ما يقارب 35 مليار دولار هذه هي حالة الأمن الغذائي العربي يعني كميات المستويات الإنتاج الموجودة لا تفي بإحتياجات المنطقة العربية ويعتمد في هذه المنطقة العربية اعتماد كبير على إرادات أو واردات القزاء من خارج المنطقة العربية ولذلك الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن القزائي أن تظل الأمور في درجة من الاستقرار في انسياب هذه الواردات القزائية يعني سلاسل الإمداد تكون موجودة ومتاحة وكذلك أسعر القزاء الشيء الذي لا يتحقق الآن ولذلك أنا أتصور أن تكون حالة الأمن القزاء العربي يعني تسوء أو تكون تدريجيا تتحرك إلى أسوأ لأنه الآن هناك اضطراب كبير في سلاسل الإمداد في العالم وكذلك أسعار القزاء تتزداد وفاتورة القزاء هي فاتورة القزاء اللي كان يدفع المواطن العربي يعني متمع اللي هي في حدود المية وعشرين مليون طن ولذلك مع زيادة الأسعار أنا أتصور أن تكون هناك صعوبات وتزداد هذه الفاتورة وتظل المقولة التي تردت هنا وهناك على مستوى العالم بأنه هناك إشكالات في الأمن القزائي ربما فقر ربما جوع في بعض المناطق بحيث أنه نسبة الحصول على القزاء بكثير من المجموعات الضعيفة في منطقتنا العربية ربما تكون هناك صعوبات كبيرة وتواجه هذه المجموعات حالات من عدم الأمن القزائي المريع طيب اسمحنا يا دكتور إبراهيم الآن شتان بين الجملتين الجملة أن الأمن الغذاء العربي ربما يواجهه تهديدا أو ربما يواجهه صعوبات أو ربما تسوء حاله يوما بعد يوم بعد أزمة كورونا وحرب أوكرانيا وتغيير المناخ هذه الجملة والجملة الأممية التي يحذن منها كثيرون هو أن دولا بالعالم العربي يهددها الجوع هل تعتقد حددك ذلك؟ ما هي هذه الدول إذن؟ أنا أتوقع أن الدول التي تواجه عدم استقرار ربما تكون هي الدول التي يشار إليها وهي الدول التي فيها عدم استقرار إما سياسي أو أمني في المقام الأول بحيث أن الاهتمام بقضايا الأمن القزائي ووصول الموارد القزائية إلى أطراف المناطق المختلفة تهدد أيضا الصعوبات الداخلية أكثر من سلاسل الإمداد التي نتحدث عنها عالميا وهذا هو المحتمل الكبير يعني عندنا كثير من الدول تواجه الصعوبات الداخلية عدم أمن وعدم استقرار فتظل قضية الأمن القزائي رهينة بحجم التطورات والتشاكسات التي تكون موجودة فما لم يتم تدارك هذه ستكون هناك صعوبات متزايدة في كثير من مناطقنا في العالم العربي ولابت من تدارك حقيقة طيب إنما ليست هناك دول بعينها يهددها الجوع في العالم العربي لا هو الصعوبات التي تواجه الأمن القزائي والاحتجاجات الموجودة على مستوى شعوبنا في مناطق مختلفة الكل يشكو من زيادة أسعار القزاء الكل يشكو من صعوبة الحصول على القزاء إذا استثنينا بعض الدول الغنية في المنطقة العربية غالبية مناطقنا العربية في شكوى كبيرة من ارتفاع أسعار القزاء ومحدودية الحصول على القزاء وهذا يسمع ويكتف في جرائتنا العربية بل استثناء في مناطق كثيرة طبعا لا بد أن نشير إلى أنه في كل دولة هناك مجموعات بشرية مختلفة في دخولها طبقات اجتماعية مختلفة صحيح الطبقات الاجتماعية الضعيفة الآن تعاني بل استثناء في غالبات دولنا العربية ولذلك هذا هو يكون المقصود بأنه ما لم يتدارك هذه القضايا فمجموعات كثيرة وهي الآن محتاجة إلى برامج الحماية الاجتماعية ستكون عوضة لنقص مريع في ترتيباتها في الحصول على القزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتدارك الناس هذه القضايا إن شاء الله اسمح لي يا دكتور إبراهيم هل نحن بصدد مبالغات أممية يعني السيد أنتونيو جوتيريش مثلا في مؤتمر عن الآن الغذاء العالمي في مايو الماضي قال تحديدا يعني العالم يواجه أزمة جوع على نطاق غير مسبوق لم نشهد له مثيل من قبل هل تعتقد أنه ثمت مبالغات العالم عاش حربا عالمية عالمية استمرت أربع سنوات أولى وسانية استمرت ست سنوات والله حديث أمين عام الأمم المتحدة يعني يجانب الصواب في كثير من الحالات يعني إحنا لو أخذنا يعني الإشكالات أو عدم الاستقرار في العالم والكونفلكت أو الصراعات الموجودة ويمكن آخرها الصراع الأوكراني الروسي وهناك صراعات أخرى كثيرة موجودة في مناطق العالم المختلفة وكذلك قضايا التغير المناخي يعني إحنا الآن إذا نظرنا إلى الحالة في العالم مجتمعية إما جفاف مريع أو مزعج ولا يعني هطول أمطار وفيضانات أيضا في النقيد وشهدته كثير جدا من بقاع العالم وحتى في عالمنا العربي وفي الحالتين يعني تخرج مساحات كبيرة من دوائر الإنتاج المعروفة وبذلك يعني الضغوط الدولية وحركة انسياب المواد القزائية وتأسر سلاسل الإمداد يواجهها في الطرف الآخر محدودية في العرض من داخل هذه الدول إما بسبب الجفاف أو بسبب الفيضانات والتي هي أبعاد تغيرات مناخية فربما يكون حديث الأمين العام للأمم المتحدة صائب في هذه الناحية بأنه فعلا يحصل ضمور كبير جدا في إمدادات القزاء لمجتمعات أو مجموعات بشرية محددة وتكون يعني تواجه حقيقة ما يعرف بالجوع أو المجاعة لكن في الغالب الكثير من المناطق التي فيها درجة من الاستقرار والتغيرات المناخية فيها موجودة ومعلومة ولكن ليست بالحد الذي أشرت إليه في بداية حديثي من جفافات أو فيضانات فتظل فيها حالة الأمن القزائي في المدى التي يمكن معالجته في إطار ترتبات الدول الموجودة ببرامج الحماية والتدخلات المطلوبة على استقرار الأسعار وتوفير المواد للمجموعات المختلفة إن شاء الله طيب يا دكتور إبراهيم هل نستطيع أن نتحدث عن الأمن الغذاء العربي كوحدة واحدة هل الأمن الغذاء العربي يرتبط بعضه ببعض أم كل يدور في فلك منفرد والله أنا أفضل أن أقول أن العالم العربي مجتمع يمتلك مقومات إحداث الأمن القزائي العربي بمعنى أن هناك دول عندها موارد طبيعية وهناك دول عندها موارد مالية وهناك دول عندها موارد بشرية والمنطقة العربية في مجملة وسوق كبير للمواد القزائية إذا ما تكاملت هذه الدول فأنا أستطيع أن أقول أنه يمكن النظر إلى الأمن القزائي العربي ككتلة واحدة أو مجموعة واحدة أو على صعيد واحد أما الذي يحدث الآن فهذه الدول يعني لو نظرنا إلى حجم التجارة البينية إلى نظرنا إلى حجم الاستثمارات من العالم العربي في العالم العربي ما زالت محدودة وتظل الفوارق هذه الموجودة إذا كان على مستوى وجود الموارد وعدم وجود الموارد الطبيعية وعدم وجود الموارد المالية أو الخبرات غير موجودة أو التقانة غير موجودة تظل قضية الأمن القزائي العربي قضية يعني مباسرة ولمها هو الواجب والحالة الآن هو ما ذهبت إليه أنه يعني ما زالت هناك مساحات ومقاربات مطلوبة في أن يتحرك العالم العربي على صعيد واحد وتتكامل هذه الموارد المتاحة في العالم العربي هل ذلك ممكن يا دكتور إبراهيم؟ مستوى من الأمن القزائي هل ذلك أمر ممكن؟ ممكن هذا ممكن نحن الآن نتحدث عن إيجاد عزيمة سياسية في المنطقة العربية وعن استفاف ومقاربات جديدة تقوم بها المنطقة العربية ولعله الكل المتابع الآن يعني اهتمام الأمة العربية على مستوى وزراء خارجية وقادتها وإن شاء الله سيكون هذا التدافع يبلغ مداهو في الجزائر قريبا في القمة العربية القادمة هل هناك ملفات في الجزائر ستنظر إذا ما عقدت القمة العربية حول الأمن الغذائي العربي؟ ملفات جمة يعني كثيرة أكثر الملفات هي حقيقة عن قضية الأمن القزائي العربي اعطينا نماذج دكتور إبراهيم البرنامج المستدام للأمن القزائي العربي هناك حديث عن إيقاف حالة التدهور في الموارد الطبيعية هناك حديث عن المساهمة الفاعلة في المراعي وتحسين حالته هذه كلها مكونات في الأمن القزائي العربي حديث عن التكامل فيما يخص منظومة الاستثمار العربي يعني فايلات أو ملفات كثيرة معروضة بحثت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة الأمس واليوم منعقد أيضا استكمالا لهذا الملف المهم حتى يكون حاضر في قمة الجزائر القادمة في نوفمبر إن شاء الله وأنا أتصور أن أحضرت بعض هذه الاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحديث كان بدون مواربة حديث واضح جدا أنه ينبغي أن يكون من أهم الملفات التي يدلف بها إلى منضضة القمة القادمة في الجزائر هو ملف الأمن القزائي العربي خاصة بعض التطورات وذكرت أنت فيها قضية التغيرات المناخية ومن قبل كانت الكوفيد 19 وأخيرا جاءت هذا الجهاز الصراع الأوكراني الروسي ومآلاته المعروفة ومعلومة لدينا جميعا علمنا في المدرسة يا دكتور إبراهيم أن إفريقيا هي سلد غذاء العالم هكذا علمنا يعني هكذا قيل لنا الآن ما لتستطيع إفريقيا أن تلعب دورا برأيك حتى تهدأ هذه التحذيرات من أزمة جوع تجابئها دول داخل إفريقيا قبل خارجها نعم أفريقيا يعني أرض أفريقيا أرض بكر فيها مقدرات مائية معقولة إذا أخذت أفريقيا كدولة يعني ككتلة واحدة وخلينا نأخذ السودان يعني مثال لأفريقيا نعم يزخر أي ونموذج يعني نموذج لأفريقيا يزخر بمقدرات يعني كبيرة جدا في الغابات في المراعي في الأراضي الزراعية في المقدرات المائية في الخبرات فإذا ما حدث يعني التكامل الذي أشرت إليه أنا مع رؤوس الأموال العربية والخبرات العربية فالسودان واحده يستطيع أن يلعب دور كبير ومتعاظم جدا في تحقيق مقدرات وافرة في الإنتاج الزراعي ويحقق الأمن القذائي ليس فقط للمنطقة العربية وإنما للإقليم بأجمل ويشمل أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لا شك في ذلك طيب مؤتمر القمة العالمية للأغذية النعقد يعني في 96 أو المنعقد 96 دكري إبراهيم عرف الأمن الغذائي بتعريف هكذا جاء فيه يعني يقول لحضرتك الأمن الغذائي هو حصول الجميع على الأطعمة الكافية والسليمة والمغذية في كل الأوقات وبشكل يلبي الاحتياجات الغذائية الضرورية لحياة صحية ونشيطة بهذا التعريف ألا تعتقد أن الأمن الغذائي العربي به خلل؟ صحيح هذا التعريف هو الذي يعمل عليه العالم كله الآن ولما أتت من بعد ذلك بعد 96 أهداف التنمية المستدامة الهدف الأول كان الحد من الفقر والهدف الثاني القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي المستدام بهذه المفاهيم الأربعة طبعا حالة الاقتصاد والإنتاج في المنطقة العربية يعني فيه تباين كبير هناك دول تمتلك موارد مالية وتستطيع أن تحقق هذه المكونات الأربعة في بنية الاقتصاد بتاعه وهناك دول أخرى تعتمد على العمود الأول الذي هو توفر القزاء وتقع تحت طائل التبايينات كبيرة في تغيرات المناخ وفي مستوى التقان المستخدم وتتزبزب فيهم درجات الإنتاج يعني تصاعدا وانخفاضا هذه هي الدول التي تواجه كثير جدا من قضايا وإشكالات الأمن القزائي بهذا التعريف الكامل كثير من الدول أيضا العربية لا تعتبر حتى middle income countries أو الدول متوسطة الدخل كما يقال بل تعتبر جزء كبير منها دول نامية يعني ومستويات الدخل فيها محدودة فالبيلر الثاني أو العمود الثاني الذي هو الحصول على القزاء يظل مرتبط بقضايا في أسعار القزاء وفعالية الأسواق ووجود العرض الكافي فأيضا هذه فيها درجات وتباين كبير ربما البعض يوصف بعض البقاع في منطقتنا العربية في حالة يعني عدم أمن قزائي بصورة مستديمة من هذه البوابة من العمود الثاني وكذلك قضية الاستدامة يعني إحنا لما نأخذ في قضية في عالمنا العربي بالذات المناطق فيها الإنتاج مبني على درجة عالية من الريسك أو المخاطر كما هو موجود في زراعة المطرية الخطورة فتجد تباينات كبيرة جدا في درجات الإنتاج وقضية الاستدامة تظل أيضا مكان للنظر يعني وهكذا فأنا أتصور أنه بنية الاقتصاد في منطقتنا العربية هي واحدة من محددات الأمن القزائي العربي بعض الدول تستطيع أن توفر هذه المدخرات لشعوبة بصورة مستدامة وأخرى تحتاج حقيقة إلى مزيد من الاستثمار ومزيد من التجارة ومزيد من الاستفاف والمقاربات حتى تحتز التقيير المطلوب في أمنها القزائي دكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك